فجوة دي بتحصل منين وليه ما بنعرفش نشوف ربنا؟ أكيد العب فينا مش في ربنا أكيد يعني احنا بنقول ربنا هو خالق كل الوجود فربنا موجود مشكلتنا بقى ان احنا شايفينه ولا مش عارفينه ولا مش عاوزينه ده مشكلتنا احنا كلام كبير اقتونا مش عاوزينه ممكن توصل لاننا مكونش عاوزين يعني حضرتك قلتي ان قدباء المصريين كانوا بيقومنوا بالله الواحد ودول المعزورين لاننا مكنوش عارفين قدباء المصريين ان الاناس بتعبد الاله حابي واناس بتعبد الاله امون والاله رعى قاليها متعددة وكل واحد بيعبد اله وفي الاخر يقولوا بنعبد الاله الواحد ودول معزورين مش عارفين وكان الموضوع بالنسبة لهم محتجب هم مش فاهمين يعني ايه ربنا لكن واثقين ان في اله في حد بيدير الكون وكانوا بيبدعوا في عملهم واثقين ان في اله فعملهم بيعملوه عشان يردوا الالهة وديت وصلتنا القصة ان يانوس الاسكافي رايح مري مرقوس جاي مصر وان يانوس واخد ثقافات من الحضرات الفرعونية ولما اصبعه تعود قال باسم الاله الواحد ومن هنا اشتغل جبنا بقى على يد قديس ماركوس رسول قال له الاله واحد تعرف يعني الاله قال له عرف فيه الاله واحد مين هو ما عرفش وابتدى يشتغل معاه ويعرفوا مين هو الاله الواحد وكان زمان في الراديو كنا نقعد نظبط الموجة كده عشان الموجة تيجي تيجي ويجي ارسال دقيق او المصوراتي المصور يقف قدام الكاميرا ويقعد يحرك في العدسة عشان يجيب انقص صورة كانت الناس مش عارفة ربان وده شفناه في مواقف كتير قوي اما القديس موسى الاسود مش عارف مش عارف ربنا وتعب وكان حتى المديحة بتاعته تقول انه كان عربيد وكان زاني وكان قاتل وكان من قطع طريق وكان حد جبار لكن في مرة واقف وقال ايها الاله عرفني ذاتك ولما وصل للدير وابتدى يعرف ربنا الموجة تزبطت بقى يعني الارسال زلن منه التشويش اللي كان بينه وبين ربنا فعارف ربنا دي ناس كانت مش عارفة ربنا مثلا شاول الترسوسي ما كانش عارف ربنا ما كانش شايف ربنا حتى بعد ما ظهر له الصوت وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني في أعمال التسعة قال له من أنت قال له أنا يسوع المسيح الناصري الذي أنت تضطهده فقال له يا رب او لما قال له أنا يسوع المسيح قال له يا رب ازاي تعترف ان ده ربنا ما كانش عارف لكن لما المسيح أزهر لذاته قال يا رب وقال له كتاب المقدس كان مفتوح العينين ولا يبصر أحد في عينين مفتوحة لكن للأسف مش شايفة ربنا مش عارفة وكل دول نقول معذورين لكن تعالي بقى حضرتك لما نشوف واحد عارف ان في ربنا ومش عايز ربنا شكرا